فكرة البنطلنات الديقة للرجالة نزلت موضة تاني؟ لا لا موسيقى على حسب كلها بيلبس بطريقته يعني وصلا ونتكلم في موضة لا بالعكس ده الحاجات الكلاسيك أو اللي هي الكسرة أو الكسرتين والكلام ده كله اللي رجع البنطلنات الواسعة والموضة في الرجالة كم زرار قدام؟ اتنين أو دابل بريستيد أو اللي هو صفين يعني تبقى أفوله كزا والفتحات الفتحة بتاعة البدل يعني أكودنج للموديل أو على حسب اللي بنرجع للموديل إيه واللي بيرايحه إيه الموضة إيه؟ لا الموضة يعني هما تبقى ثلاث حاجات يعني فتحة اتنين مفيش المفيش دي قليلة شوي هي فتحة واتنين الستات؟ الستات لا التلاتة عادي على حسب التلبيس نفسه إيه والزرائر؟ الستات موديلاتها كتير قوي يعني ما قدرش نقول حاجة معينة بس هو الثلاث زرائر دي مثلا اتلغت هم عظم الستات بتبقى زرار أو كروازي أو زرار هنا طبعا من الناسبة أنهما بقوا ستة؟ أيهما ستة ده اللي هو الكروازي الكروازي اللي هي مقافلة اللي هي بيقفلهم على بعض بالضبط كده أوكي سؤال أخير هل طول البنتالونات الأسيارة رجعت موضة تيني؟ ولاد ولا بنات؟ بنات؟ الأسيارة على حسب على حسب الموديل يعني لو في هيلز علي أه البنتالونات مثلا لو هي نازلة على داية تبقى صيارة حلو أوكي لو فانتالون نازل واسعة لا يبقى أطول مغطي الجزمة كل عاصل ويجالي؟ الرجالي على حسب الجزمة يعني لو جزمة زي اللي بيستوسة مفتوحة من غير ربط فانتالون يبقى صيار